بسم الله الرحمن الرحيم مع عدراتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لأعدراتكم الفيديو السادس من سلسلة شرح برنامج Microsoft Word وفي الفيديو ده هنقدم لأعدراتكم كيفية حفظ الملف من إعداده أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنشوف كل الطرق الممكنة لحفظ الملف لأول مرة في البداية تقدر تستخدم مربع الحفظ فتضغط عليه فيبدأ لك في حفظ الملف تحب تسمي الملف في ايه وتحفظه فين بعد كده تضغط له save بس احنا مش هنحفظه من هنا دلوقتي الطريقة التانية انك تضغط على ctrl s هيطلع لك نفس المربع الطريقة التالتة بقى انك تستخدم file ومنها save بعد كده تبدأ انك تحفظ الملف طبعا هو في البداية بيسألك انت عايز تحفظ الملف ده فين هل عايز تحفظه على الone drive او التخزين السحابي واللي احنا هنشرحه ونشرحه بعد كده في الفيديو التالي ولا عايز تحفظه على الكمبيوتر بتاعك ولا عايز تعمل تصفح للمكان وتختار المكان اللي انت تقدر تحفظ فيه الملف بتاعك انا مثلا هنا هحفظ الملف بتاعي على ال disk top اسم الملف بتاعي هخلي ياسر نجيب وهقول له save اصبح هنا خلاص الملف بتاعي تسمى باسم ياسر نجيب واصبح الملف هنا بتاعي لو احنا نجينا على ال disk top هتلاقي ملف ال word اللي باسم ياسر نجيب طيب انا دلوقتي هبدأ في تغيير اللون مثلا وبعد كده عايز احفظ التغير اللي انا عملته فيه الملف ده هبدأ بقى اني اعمل له save انا اعملت العايز الملف ده بشكلين اقدر افاضل بينهم ساعة الطباعة انه واحد فيهم اللي هيبقى شكله اجمل تقدر بانك تستخدم file وبعدين تاخد save as مش هتاخد save هتاخد save as بيبدأ انه يحفظ لك نسخة برضو هنختار من browse ونختار ال disk top ولكن هنسمي الملف ياسر نجيب اتنين وهقول له save وفي ملف ياسر نجيب اتنين هاخد له الخط الازرق وبعد كده هعمل حافظ لو انت جيد دلوقتي على ال disk top هتلاقي ملفين باسم ياسر نجيب الملف الاولاني اللي هو فيه النسخة الحامرة من العبارة وباسم ياسر نجيب النسخة التانية هي اللي موجودة باللون الازرق وبعد لقيها باسم ياسر نجيب هنا ده الفرق ما بين save و save as save بتحفظ التعديلات على نفس الملف save as بتبدأ انك تحفظ نسخة من الملف بتاعك تبدأ انك تغير فيها الافكار اللي انت عايزها دون المساس بالملف الاصلي اللي هو موجود عندك هنا طيب امت بحتاج ال save as بتحتاج ال save as لما انت تكون عايز تعمل تعديلات في الملف بتاعك من غير ما تمس الملف الاصلي انت عايز تستخدم قالب معين بدون ما تمس التعديلات اللي موجودة في القالب الاصلي انت عايز تستخدم مذكرة على سبيل المثال او مطوية او اي حاجة بدون ما تعدل فيه النموذج الاصلي فبتقدر انك تقدر تستخدم الفايل و save as وبعد كده تحفظ الملف بتاعك طيب امتداد الملف يهمك بانك تتعرف فيه على مجموعة من الامتدادات الامتداد الاصلي اللي هو الورد document واللي هو بينتهي ب d o c x الامتداد التاني اللي يهمك انك تتعرف عليه امتداد الورد 97.003 واللي هو بيمتهي ب d o c واللي هو الامتداد التقليدي لاصدارات كوفيس 2003 فما قبلها في حالة لو انت هتبعت الملف بتاعك لي واحد عنده نسخة قديمة من الوفيس سواء اصدار 2003 او ما قبلها هتبدأ انك تختار الامتداد ده d o c علشان تبعت له الملف بامتداد يقدر يقرأ على الجهاز بتاعه الامتداد التالت اللي انت هتحتاجه انك تحفظ ك b d f ولكن دايما بننصح انك لما تحفظ الملف بتاعك ك b d f احفظه الاول كنسخة ورد علشان تقدر تعدل في المحتوى كل ثلاثة بعد كده تبقى تحفظ منه file save as كنسخة b d f الحاجة الرابعة اللي تهمك بانك تعرفها انك تحفظها ك web page ال web page بتقدر انك تصمم صفحات لموقع على الانترنت ولكن تقدر تصممها من برنامج ال word تقدر بانك تستخدم اي امتداد من الاربع امتداد اللي انت شفتها دلوقتي المايكروسوفت وورد او المايكروسوفت وورد سبعة وتسعين الفين وثلاثة document اللي هو باختصار d o c او ال b d f او ال web page اي امتداد من امتداد ال web page حسب الحاجة اللي انت عايزها الحاجة الاحترافية اللي احنا دايما ننصح بيها بانك تكون عندك ال word document لو عايز تعرف ايه الفرق ما بين امتداد ال word الحديث اللي هو معروف باسم d o c x والامتداد القديم اللي هو في اصدار الفين وثلاثة او الاصدارات اللي قبله اللي هو d o c d o c كان بيوفر المساحة في ملفات النصوص فقط انما لما كان بيدخل فيها جداول او لما كان بيدخل فيها صور كانت الملفات مساحتها بتكبر بشكل غير طبيعي حاليا امتداد d o c x بيوفر في المساحة بشكل ملحوظ في حالة ان انت ملفك احتوى على الرسوم او على جداول او على اي صور وبالتالي يبقى امتداد ال d o c x هو الامتداد الافضل واللي احنا دايما بننصحك به بانك تتعامل به وبعد كده تضغط على المكان اللي انت عايز تحفظه لو انت حابب بانك تحفظ في مجلد معين تقدر بانك تضغط من خلال وتقدر تحدد المكان اللي انت عايزه فيه اي جزء على جهازك بعد كده تضغط بكده نكون شرحنا لحضراتكم حفظ حفظ الملفات بتبقى ازاي ونتمنى للديمية كل التوفيق ونتمنى انكم تشرفونا بشترككم في القناة